شيخ هذا المصطلح مصطلح التكفير يعني أصبح يتداول ويستخدم بمعاني مختلفة حتى يوصم الإنسان الداعي الذي يبين الحق بأنه مكفر ربما يوصم حتى المسلم الذي فقط يعترض على اليهود والنصارى بأنه أيضا تكفيري وغير ذلك من الاستخدامات ما هو المعنى الصحيح في الاستلاح الشرعي للتكفير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وعبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فكما مضى الكلام معنا مرارا في أننا في زمان حرب المصطلحات فهناك مصطلحات يراد نسيانها وطمسها كمصطلح الولاء والبراء وهناك مصطلحات يجري التأكيد عليها ونشرها بتعمد كالمحبة والتسامح وما إلى ذلك وهناك مصطلحات يراد تغيير معناها في أذهان الناس وربنا جل جلاله في القرآن بيّن أن الناس صنفان وقال جل من قائل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن وهذا الكافر معلوم أنه يدخل تحته أنواع شتى وهناك الكافر الأصلي وهناك الكافر المرتد وهناك الكافر الكتابي وهناك المنافق نفاقا أكبر يؤول به إلى الكفر إلى غير ذلك فالتكفير معناه نسبة الإنسان أخاه إلى الكفر وكلمة الكفر هذه في أصل اللغة هي الستر والطاطية ومنه قول القائل يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم ظلامها كفر أي غطى ومنه قيلة للمزارع كافر لأنه يضع البذرة ويغطيها بالتراب بالتراب نعم ومنه قول ربنا جل جلاله كمثل غيث أعجب الكفار نباته الكفار هنا هم المزارعون الزراع فالتكفير نسبة الرجل أخاه إلى الكفر وهنا حين نقول الرجل لا مفهوم له هنا لماذا نقول كفار وزراع يعني ما وجه الاستخدام المختلف يعني في القرآن أيضا وردت الزراع نعم هو من باب المترادفات يعني الكفار والزراع وإن كانت الزراع أخص لأن الكفار تطلق على الكفر الاعتقادي وتطلق على الكفر اللغوي وأقول بأن التكفير هو أخطر الأحكام ولذلك ورد التحذير منه في النصوص الشرعية كقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين وكقوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة كل ظلوم وشوم وكل غال مارق وإن كان في الحديث رواية أخرى كل غال مارق من الغلو الغلو من الغنيمة نعم وفي خصوص التكفير قول النبي صلى الله عليه وسلم ولعن المؤمن كقتله ومن قال لأخيه يا كافر فهو كقتله وقوله عليه الصلاة والسلام من قال لأخيه يا كافر أو يا منافق أو يا عدو الله فقد باء بها أحدهما وقال عليه الصلاة والسلام لا يرمي رجل رجلا بالكفر إلا حار على أحدهما حار يعني رجع ومنه قوله تعالى إنه ظن أن لن يحور لن يرجع فهذه الكلمة كلمة كافر ينبغي للإنسان المسلم العاقل أن يحتاط في إطلاقها سواء كانت في حق الكافر الأصلي أو في حق من كفر كفرا عارضا أي بالردة أما الكافر الأصلي فإن الله جل جلاله قال يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا وفي قراءة فتثبتوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام وفي قراءة السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا وهنا لست مؤمنا تأخذ معنى الكفر ليس الإيمان الذي هو فوق مرتبة الإسلام لا وإنما معنى الكفر في حق إنسان قال أشهد أن لا إله إلا الله فنقول له لا أنت ما قلتها صادقا وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما استؤذن في قتل رجل قال لا لعله أن يكون يصلي فقالوا يا رسول الله كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال إني لم أمر أن أفتش عما في قلوب الناس هذا في حق منظهرت منه الردة ذلك الرجل الذي قال لو اتق الله واعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله نبي عليه الصلاة والسلام لما استأذن بعض الصحابة في قتل ذلك الرجل نبي عليه الصلاة والسلام منع من ذلك بعلة أنه يصلي لما قيل له ربما يظهر خلاف ما يبطن أخبر عليه الصلاة والسلام بأننا مأمورون بالأخذ بالظاهر ولذلك أختم بأن أقول بأن التكفير إنما هو حكم دنيوي حكم دنيوي حتى لو صدر من القضاء أو صدر من المفتي فإنما هو حكم دنيوي باعتبار الظاهر أما البواطن فحكمها إلى الله كما أن الإسلام أيضا حكم دنيوي يعني أنا أحمل حالك على السلامة والإسلام على الظاهر نعم وأنت تحمل حالي على السلامة والإسلام والله عليم بذات الصدور وحينما نقول حكم دنيوي نعني أنه قد يكون يطلق لفظ أو حكم التكفير على شخص في الدنيا لكن يتغمده الله برحمة أو يعلم ما في قلبه نعم وكذلك قد يطلق على شخص إن الإسلام في الدنيا ويوم القيامة والله يعلم ما في قلبه يا ربما